موسيقى السلام عليكم أخوتي وشعركم لباس بخير جينا نحكو في هذا الفيديو على رياض محرز لي أنت لقى انتقادات بزاق مؤخرا على الأداء دعونا تلويشة الجزائرين ينقع وقفوا معها اليوم قدم مباراة الهدف عجبني بك وصراحة لا نكذبش عليكم نسجل الهدف ومتى مرة سوف نتكلم عن إصابة عطال للعب الثانيك اليوم في دورة عطال آسيا 24 دقيقة وخرج موصاب ونحن نتكلم عن إصابة عيوس في عطال ممكن تأثر على أدم الناس من كان يتفق مع اولمبياكوس وقال لك بطل وروي خمام وحب يروح للسد القطاري يعني يصف عطال يوما قالوا لي يصف عطال يوما لو كان يصف عطال يوما قالوا لي أسمينا فعطال رأيي في الانتقال أدم الناس إذا انتقلوا على بلينش أذكرها أليم ؟ لألعبقي أسكرها إلى السد القطاري قالوا لا بلينيس أفضل عليهم أدم الناس ارمولو المادوك نتكلمو في هذا الموضوع اللي عم بزاف قالوا لي حكي لنا على ادم الناس في هذا الموضوع وخليه والاخراني ما تنساو شون بعد شوية رح نكمل ندير الفيديو هذا وننسيت ندير لكم فيديو على واحد الأمور تعل الاتحادية والمقيود ما يقود و جايب لكم واحد الأمور جايب لكم واحد النقطة تاني ك بالدليل والحجة تعل الكذبة تعصادي واحد وعشرين النقطة جايبنا بزاف نقطة بصح النقطة رح نجيب لكم النقطة راي محطوطة بالدليل والحجة وما بعد تفهموه ونقولوا شكل اللي يرى هو يحكم في الرئيس الاتحادية لأن المقيود ما يقود لمعنى التحق الاماتين بقى كلمة آخيرة المقيود ما يقود شكل اللي يرى هو يقود في الاتحادية تعنا دق نجو فالموضوع هذا انتظروني بعد الفيديو هذا ما قد نقول لكم ساعة ساعة ونصم على بادي شيء المهم كما قلون بعد ندير فيديو في الصهراء هادية بو خوطي نبدأ بالآداء تعريض محرز اللعب ضد الوصل الاماراتي خليتهم ضوازيروا ربحين ضوازيروا الهدفين نشارك فيهم رياض محرز هدف رائع وتمرارة حاسيمة الهدف اللولاني تعريض محرز باش نقول لك بللي الآداء تعريض محرز اليوم رح نحكو أمور بزاك في رياض محرز باش نقول لك الآداء تعريض محرز اليوم قنبلها ودار كل شنو ما دارش كل شنو ما دارش كل شنو ما بيكون صراحة يعني حتى المات شمية حتى الزملاء تعريض محرز ما كانش مباراة قوية اللي تعجبت باش تفرجها ولا لا 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 ما يهم تانيك في الأمر هذا يهم أنه رياض محرز في المباراة أول هدف تعه هذا الموسم ما سواء في البطولة في البطولة مد أسس وفي دورة آسيا هذا مد أسس وليوم زاد مد أسس عنده ثلاثة ليز أسس وعنده هدف يعني راهوا عنده ثلاثة ليز أسس وعنده هدف في مباراة واحدة أسس وهدف هذا يعطي دافع كبير أنه رياض محرز راهو كما قلوه حتى رفعوا الصورة التعوى في الملعب ما رانيش جاي باش نطبل باش نطبل لأن ما عجبنيش لأدع تاوه ما عجبنيش ما راوش رياض محرز اللي ما عارفه ولكن كيشوف طريقة تسجيل تعل هدف تعريض محرز كيفاش كونتر علىها وسمعت المعلق واش تكلم في الموضوع هذا كونترول تعريض محرز كيفاش حطها الداخل زاد ركنية زاد كما قلوه مد أسس يعني هدفه أسس وهذا هو الأهم في مباراة يعني رياض محرز إذا روحاية بيكمل مع المنتخب الوطني الجزائري ورياض محرز إذا روحاية بيلعب لكم ديموند ركو شايفين فعليه أن يكون في المنتخبه يعني باش رياض محرز يكون كما السينين هذي هذي فاته أدع تاوه ضعيف ما نقولش ضعيف ولكن أدع تاوه غير مقنع مهائيا ما ما يساعدكش في الإزازة يا سيلا في الأهداف ولا رياض محرز المؤخرة أن روحوا شوفوا الإحصائية طرح أنا جبتها لكم قبل لكم ضافريك على بالك في مباراة رسمية عندهم على بادي شكتر من عامين ما مركاش ركو شايفين كان يماركي في المباراة الودي الأهداف يعني مور 2019 زاد ماركة ماركة ومبعد وصل واحد الوقت متضربة تعبور كيناتا سوريا هذا محرزت فانع المنتخب سواء في ليدريب سواء في التمرارات الحزيمة سواء في الأهداف أما باريزوم تعد ضد الصيني قال هذي كلي منت أسس الشاي بي وكذا هذو كم مبارايات ودية كان يماركي في مباراة ودية نسيت أسك ماركة يا أخي مؤخرا ولك يقبل لكم بدافريك جبت لكم باللي عندهم مدة ويلا وهذا الرياض محرز حتى وما يقدم لك شهادة أدم ليه بالصحة رياض محرز فيه مباراة يقدر يجيب لك هدفه أسس باريزوم كيما اليوم إذا باش يجيبهم هدوما حاجة مليحة يعني من داك تكون مباراة مزيرة مباراة مصيرية وكذا تلقى رياض محرز يمد لها لالعب يمد لك أسس ويجيب لك هدف يجيب لك دويبي كيما باريزوم اليوم اكيد رح يمد لك إضافة يعني اللاعب اللي ملمسه يغير لك المباراة اكيد رح يجي انتمنى له كل التوفيق وانتمنى له يكمل ويسيد يخدم ويكون مجتهد إذا روحي يكمل مع المتاخد وإذا روحي يروح للخدمون فعله بتسجيل أهداف وتمرارات حاسيمة ويحسن شوية من المستوى وهذا ما كان إذا ما يعني تلعب باش تلعب ولابو مكانش إضافة ما كان له يعني بيكون صراحة الإنسان آطار آطار راني نقول خلينا من الانتقام على الجماعة الدراجة وصادة اللي يحبين ينتقموا من اللاعبين هذه حاجة أحد أخرى ما نتكلموش عليها نتكلموش عليها حقيقة المستوى تعريض المحرز بالإهبط بالزعب ليش يعريض المحرز سواء معالي السرسيتي سواء معاموشي السرسيتي حتى معاموشي السرسيتي العامة اللي خراني كان بقدم آداء ما كانش قاعد يريب لي ما كان والو ولكن كان متحسن في الأهداف وتمرارات الحاسيمة كان يمد ركو شعفين حاليا مراهو مراهو يمد لا تمرارات الحاسيمة لأولو العملي فاتصادة معالى الأهلي هذ العام يعني بداية سيئة إن شاء الله كما قلوه يعاود يريق لييروحولي أنا رياض محرز لو كان يقول لي ما قلوه ش المستوى تعوه لو كان يقول لي غير ربعين بالمياه من المستوى تعوه يعاونك في المنتخب كما قلوه بالمثال يجيب لك مبارك تكون صعيبة هذا وش ما قدرون نتكلموه لا رياض محرز ربي يوفقه إن شاء الله واللي يمد عيضة في المنتخب مدى بينه ومدى بين التجديد تانيك ما نبقاوش غير رياض محرز رياض محرز يروح لك رياض محرز ما كانوا له لازمنا التجديد في المنتخب هكذا ولا لا 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 نجو لإصابتي يصف عطال يصف عطال يصف عطال راه وتصاب اليومه في يصف عطال من ناحية أنه راح للقاطر أنا تفضلت له كان راح للسعودية أحسن يعني أما في أوروبا في أوروبا على بلكم باللي تم تشويه السمعة التعومي الطرف الفرنسيين ركوا على بلكم بها على الطريقة الدراجية تشويه السمعة وكذا اللعيب اللي ما يحبوش يجيبوه ولا وجدانه مع المدرب يعني على بلكم تشويه السمعة النرجاسيات وما تشويه السمعة والانتقام هذي دايرينا رمطايحن على شايب رمطايحن كذا يصف عطال صران ونفس الشيء نتاقموا منوش وولوه السمعة التعومي كانش نادية دايرينا في أوروبا ما جاتوش بالك عروض كذا بلنا راح للقاطر راح للقاطر معليش يصف عطال معليش المهم كي يكون يلعب راه وتصاب راه وتصاب وش راح تدير ما لاباليش إن شاء الله تكون عصابة خفيفة برك العبار من وشانين دقيقة راكوا شايفين أدم الناس جي تقول لي باريزوب علي أدم الناس اللي رام يسكسوني عليها أدم الناس أدم الناس يا خوتي أنا من ناحية من ناحية الرياضية كي نتكلم لك من ناحية الرياضية ما فهمت أنا يعني ليش باريزوب رايح الأولمبياكوس رايح للقاطر مع أنه أولمبياكوس يلعب في الدوري الأوروبي وأولمبياكوس نادي يعني يراه ينافس أوروبيا يعني يعني مفهمت أنا يا كيفاش تروح للقاطر هالأموال مزارة وفي عمره سباوة وشانين سنة ما قولوش مزارة صغيرة ولكن في عمره سباوة وشانين سنة يعني مادام ريض بحرص المستوى تعالى وناقص إذا راح لباريزوب والأولمبياكوس يلعب أساسي يقدر يفيدك بزاف المنتخف في مكان ريض بحرص رايح شايف ولكن من ناحية الثانية كنت كلم عنه أدم والناس نتكلم عليه باريزوب لأنه يتصاب كما يصف عطال باش يروح تاني كالأولمبياكوس من ناحية هذه ناحية وحده أخرى ناحية وحده أخرى من ناحية وحده أدم والناس يروح لأولمبياكوس يروح لأولمبياكوس يلعب مع زوج ويزيد يتصاب لهم رأي أن يقومون بملاعب بشراء هاتفا standard يتعلمون بلعب كل ملاب و ينبغونوه في أولمبياكوس و ينبغونوه في الدار التاع و يكن من تلعب و ينبغونوه في أولمبياكوس يلعب دي جاكي كان في نابولي وكان يتبريسه الصون بيتي يعني يروح لأولمبياكوس ويتبريسه بعد ما يلعبش يعني ما نستفاده منه هو ما يستفاد ماليا يبقى 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 ومسني معهم عقدهم بعد يلغولوا العقد التاعوا يخلصوه ويروحوا ومال مادية قدموا الناس باريزوب يروح لقاطر دق القاطر علشان أخذ لكم قاطريا دق يتوازوسوا إذا مجح لهم مش يوصف عطال باريزوب وكترت عليه الإصابات وكذا لهم سني معه يقدرهم يدوو فيه وراه خالص شهريةه طالعة طالعة يعني باش يروح لأولمبياكوس أدم الناس ويدي أموال ناقصة بزاف طارزون في قاطر يعطلوا عشر خطرت عليه ويروحوا يتبريسه في أولمبياكوس وإن شاء الله من نولوش اللي يبليجرى نتكلموا لي أن لاعب يتبريسه على العام من ذلك العام هو أمبليسي راكم شايفين فاكي يروح للصد القطري يلعب ما يلعبش رأه خالص يعني من ناحية هذه ما نقدرش أنا مع لباليش أنا كيف يخمم أدم الناس عنا تمنيت أولمبياكوس تمنيت أنه يريح في أوروبا تمنيت يعاود يرجع للمتخب تمنيت يشيت بلسو كأساسي ويلعب ويتعلق ويعاودون للمتخب ولكن باش يروح لأولمبياكوس كما قتلكم هاديك الأمر را يشوفوا هو ويشوفوا باريزوب الوسموه أما السد القطاري قتلكم يقدروا يدوروا في رايهم إذا ما يجح لهم شا وسموه يقدروا يدوروا في رايهم يقول لك أهاوليك أدم الناس ما راوش يلعبوا وإندي يطلقاتوه كذا من نحن نجيبوه وش راح نديروا به نجيبوه ويقعد خالص يعني يمدوا دران في هذا الشيء نحن نتمنى كل خير لولادنا ويوصف عد طال دقي را هو مشكل للمنتخب الوطني الجزائري را كوا شايفين را هو مشكل يعني على هذه نحن نقولوا جيبوه ولي ديبلور نحن وسط الميدان عندنا بزاف نحن باريزوب الجيهة اليوسرة كعيوس بالليلي عندنا بزاف اللي فيها يوس بالليلي فيها عمورة فيها فيها بزاف هذه ونبدأ نتكلم عليها إن شاء الله نديروا اللاعبين اللي يستهلوا باش يكونوا كيفاش لازم تكون القائمة موزونة هذه ذلك غدوة إن شاء الله ولا كيكونوا عندي الوقت ندير عليها فيديو فتا كين مناصب اللي نحتاجوا فيهم اللاعبين باريزوب كيمة جيهة رياض محرز كيمة جيهة يوسف عد طال لازم لك زوج اللاعبين وحده وخرين اللي اللي ما تخليش المنتخب هاكذا يعني يتبلي يسألك يوسف عد طال ما كان يتبلي يسألك رياض محرز ولك شو مكاين رياض محرز ما يجيش ولا ما يكون شو مليح ولا تبقى حاصل هذا وش حبيت نقول لكم في هذا الفيديو أنتم منه وكل تفقه أنتم منه رياض محرز يفيق العمر ويخطيهم الخروط ويتألق ويسجل هذا ما كان باش يفيد المنتخب خوطي منطوش عليكم قلكم السلام عليكم تلاقوا في فيديوهم بعد إن شاء الله سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام